اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديثا عراقي مع اقتراب ما يسمى انتخابات مجالس المحافظات بدأت بالظهور على الساحات من فترة مؤتمرات وتجمعات جزء هي من حملات الحملات الانتخابية لقوى العملية السياسية المشاركة في هذه الانتخابات كيف يسمى هذه الانتخابات وطبعا مهما اختلفت اشكال هذه المؤتمرات اشكال هذه الاستعراضات هذه التجمعات اختلفت ملابسهم اختلفت الجغرافية اللي موجودين بها اختلفوا ليل نهار صبوح عصر ما عرف من وين ما يكونون شكله بالفضاء الخارجي بداخل قاعات مهما اختلفت وين ما كانوا هي نسخة كاربونية لنفس الاحاديث نفس الشعارات نفس المنطقة وهي نفس القوى ونفس الوجوه الكارحة التي شهدناها طوال عشرين سنة نفس الفكر نفس المنهج نفس التوجهات نفس الرؤى لذلك اخترنا مؤتمر من هذه المؤتمرات لما يعرف بدولة القانون صاحبها نوري المالكي قبل ايام عقدوا هذا المؤتمر وهذا مثل ما قلت يلخص كل المؤتمرات فتحدث نوري المالكي قال قدت نقاط كثيرة لكن ربما اربع وخمس نقاط مهمة يجب ان نتحدث بها قال اولا المراهنات على التهجيل مراهنات فاشلة ما هي الانتخابات مجالس المحافظات موجلة صار لها اكثر من عشر سنوات واتهمتوها وقوى منعتكم واتهموها انه وجود هذه المجالس هي جزء من الفساد والخراب واللي عم على العراق وهي راح تزيد الفساد ووقفتوها بسبب هذا الآن ستعيدونها لكي تعيدوا الفساد هذا واضح فالمراهنات على تأجيلها ويقصد قوى من داخل العملية السياسية ويقصد التيار الصدري لان هو وياهم خصومه داخل بها القضية النقطة الثانية وهي المهمة يقول نراهن على الشعب نور المالكي يتحدث يقول نراهن على الشعب ووعيا وقراره الوطني المستقل لإفشال خطط التأجيل والمقاطع واستكلهم ومشاركتهم لقول كلمتهم الله أكبر سبق لنور المالكي في انتخابات ما يسمى انتخابات التشريعية الماضية آخر انتخابات قال من شاركوا فيها لا يتجاوزون العشرين بالمئة هو من اعترف قال انتخابات يا شعب ما اقتنع كله بيه طيب رح يقتنع بهاي مجالس ما ليش ويصار من ديش الانتخابات لهذه الانتخابات العراق من سيء الى اسوء من خراب الى اكثر فساد هو الفساد والميليشيات هي الميليشيات والتغول الايراني هو التغول الايراني وفقدان السيادة والاستقلال وكل نفسه ما الذي يتغير سياسة اقتصادية غير موجودة والفقر زادت زاد اعداد الفقارة وزادت خارطة والتسعة والبطالة زادت والتسعة والخدمات معدومة والكهرباء نفس المصيبة والمستشفيات نفس والسرقات مستمرة ما هو وعي المواطن يعني؟ يعني لو المواطن اقتنع بكم والآن ورح يروح يصوت لكم ما هو المواطن قاطح وهم ما ديقولون ما حد يحدث سجلات الناخبين وسيجدون نفسهم في وضع موزري وسيقولون طبعا سيكذبون مثلما كذبوا في ذيك الانتخابات واللي فضحهم هو نور المالكي منهم وبيهم هم قالوا 45 بالمئة ما عرفوا شقد ما دي 50 بالمئة شاركوا بالانتخابات وكذبوا وإيدتهم أمريكا وإيدتهم السفارة الأمريكية والبريطانية وهلناتهم والاتحاد الأوروبي مضحكة معيبة معيبة جدا ذول الذين يدعون الديمقراطية ويدعون أنهم ملتزمين بخطوط الديمقراطية وبأسسها وثوابتها أيدوا هم يعرفون الحقيقة مع ذلك ظهر نور المالكي قال أقل من 20 بالمئة وهي لا يتجاوزون 12 إلى 13 بالمئة مع ذلك حتى لو 20 بالمئة 80 بالمئة من الشعب العراقي غير قابل بهم وشكلوا هذه الحكومة ويقولون أن هذه الحكومة خرجت من رحم الشعب شلون ما حد يدري نقطة الأخرى قال إرادة المواطنين هي الركيزة الأساسية في بناء النظام الحالي وتأسيس النظام الديمقراطي الحالي أي ديمقراطية؟ أي نظام حالي؟ وأي إرادة؟ ما علاقة إرادة المواطنين بتأسيس هذا النظام في بناء النظام؟ ما علاقته؟ النظام هذا أسسته ميليشيات تابعة لإيران ومن جاءت بهذا النظام كله في عام 2003 أمريكا إرادة العراقيين شنو علاقت بالموضوع؟ كذبتوا على العراقيين وصار لكم عشرين سنة تحشون بالمظلومية وتحشون بانتماءكم إلى الطائفة الفلانية والطائفة الفلانية مزقتوها ودمرتوها صارت أكثر بؤسا وأكثر فقرا وأكثر جهلا وأمية الآن عدد الأميين في العراق تجاوز الـ 12 مليون أمي بعد أن كان العراق خاليا من الأميين ويقولون نحن أنجزنا شنجزتوا؟ البناء والازدهار في أي بلد يعتمد على أن يكون البلد يقرأ ويكتب ما بي أمية أن تكون بي البطالة قليلة أن يكون بي الفقر قليل أن تكون بي صناعة أن تكون بي زراعة يكون بي إنتاج بي مصادر أو موارد أخرى غير النفط هذه التي موجودة في العراق؟ خلوا خلي جاوبنا المالكي وغيرها والسوداني وكلهم خلي جاوبون هذه غير موجودة فيا إرادة إرادة المواطنين شنع علاقتها إرادة المواطنين بكل هذه السلطة؟ إرادة المواطنين مثلتها ثورة تشرين اللي قلت عنها أولاد السفارات وقتلتوهم بالشوارع هم وذولا اللي مثلوا إرادة المواطنين اللي رادوا يسقطوكم وقلت السفارات وراهم أي سفارات ما أنتوا تبع السفارات أنتوا تبع أمريكا وإيران المالكي راح لل التقاوية السفيرة الأمريكية ويقول لها العراق يعني يستعد لإجراء انتخابات محلية تتسم بالشفافية والنزاهة شلون يا باب هاي مين جبتوها النزاهة والشفافية في بلد هو من بين الدول العشرين الأكثر فسادا في العالم بلد بفقر وخراب ودمار بي 12 مليون مواطن تحت خط الفقر يأكلون من المنزابل بي 12 مليون عاطر عن العمل وأكثر بي أميين بنفس العدد بي خراب ودمار ومدن مدمرة وكهرباء ما بي وخدمات ما بي ومستشفيات ما بي ومصيبة قشرة والعشائر تتقاتل فيما بينها ويوميا وقتلون 10 و 12 واحد وأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة والمرجعية دخلت أن تتوسل بالعشائر ومعرف ما تقول لهم هذا واقع العراق في إرادة العراقين شنو علاقتها لماذا تقذبون إلى هذه الدرجة ألا يكفيكم كثبين 20 سنة ما هذا الشعب لا يقبل أنتم تتعاملوا مع شعب العراق وهذا الشعب من أرقى شعوب الدنيا ما احترامي لكل شعوب الدنيا لكن لا يقبل منكم هذا الكلام هذا الكلام يحكوه وينفسكم يحكوه ببيوتكم يجوز الصدقون نفسكم يجوز إذوال لي وياكم يصدقوكم يضحكون عليكم يضحكون عليهم ما أدري لكن لا تحكوه للشعب لأن الشعب لا يصدق بكم يقول ان انتخابات استحقاق دستوري وجماعيري تعطيلها أو تأجيلها يعطل أحد أركان الديمقراطية هي وينها الديمقراطية حتى أحد أركانها يعطل هي وينها الديمقراطية الشعب تقولوا له بالدستور نحن نضمن أن تخرج وتظاهر والطالبة بحقها ومن يخرج طالبة بحقها وطالبة بحق وطنها تقتلوا بالشعر حياة الديمقراطية يعني نعم أنتم معروف عنكم ما لكم علاقة أنتم قوى استبدادية لكن هذه القول التي تشدق بالديمقراطية أمريكا وبريطانيا أو غير تحدث عن الديمقراطية ألا تستحي ألا تخجل وهي تعرف أنه هذا النموذج اللي جابته للعراق ليس له علاقة لا بالديمقراطية ولا بالحرية ولا بالاستقلال حقوق الإنسان منتهكة به 17 مدر 16 مدر 14 جهاز أمني وأمن ماكو جيش والشرطة 6 ملايين مدر 7 ملايين موظف ومحد يشتغل 8 دقائق باليوم ما يشتغل الموظف أو تحدثون عنه مو الموظف مو العب الإنساني الإنسان ما العلاقة العراقي لكن ماكو إطار يشتغل بي ماكو ماكو رؤية حقيقية للعمل ماكو رؤية للإنتاج ماذا ينتج صناعتنا صفرتوها وزراعتنا صفرتوها واعتمدتو على إيران فتحت الأبواب لكي تأتي إيران بكل بضايا حال الفاسدة وكل زراعتها وكلها وعلى المواطن أن يشتري ويدفع فلوس وتتحرب الأموال هذا واقع الحال هذا الوضع هو الذي سائل في العراق فانتخابات مجالس انتخابات أي انتخابات هذه الكذبة الكبيرة وتتكلمون عن الوطنية وإرادة الجماهير إرادة الجماهير ما لا علاقة لذلك أنا قلت هذه نسخة كاربونية من كل المؤتمرات اسمع المؤتمرات التي تعقد بالرمادي بالموصل بصلاح الدين بالبصرة نفس الكلام إرادة الجماهير وإرادة المواطن ونعبر عن الوطنية والحرية وكذبة كبيرة الكل يضحكون على الكل يضحكون على أنفسهم ويضحكون على العراق إلا أن العراق يضحكون عليهم لأن لن يشاركوا في هذه الانتخابات وهذا وقع الحال ما لأسف الشديد وقد هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة